طيب واحدة واحدة بقى واحدة واحدة من برح في وسط كلامي أكدت على حاجة مهمة جداً وحبقى أكد عليها النهاردة لزيادة التأكيد خلونا هاديين في انتقاضنا خلونا هاديين في قراراتنا بمعنى إيه؟ بمعنى أنه ممكن يبقى عندنا تحفظ على الكابتن إيهاب جلال ممكن يبقى عندنا تحفظ أصلاً على فكرة تولي الكابتن إيهاب جلال مسؤولية المنتخب الوطني ممكن نكون اكتشفنا إحنا مش المفروض الاتحاد الكورة إحنا اللي اكتشفنا ربما بعضنا أن الكابتن إيهاب جلال مش مرحلته دي وركز في الكلمات مش مرحلته دي ده معنى إيه؟ معنى أنه لا تقليل أبداً من قيمة الرجل ولا يصح أبداً التقليل من قيمة الكابتن إيهاب جلال ماينفعش من يومين تلاتة نكون بنقول عليه أنه مدرب محترم ومدرب كبير واسمه ورقم مهم جداً في الدور المصري والفرق تتهافت عليه وتتفاوض على الكابتن إيهاب جلال عشان هو اسم كبير موجود في الكرة المصرية ومن أول ما تشير نقول لا لا أصلاً مدرب سيء مدرب مش جيد مدرب ما بيقافش يدرب مدرب ماينفعش ماينفعش نبقى في أقصى اليمين ثم نذهب إلى أقصى اليسار بجرة ألم ماينفعش يبقى إحنا حتى متنقضين مع نفسنا بس سهل أو ممكن تقول هو مدرب كويس بس المرحلة الصعبة دي والتشكيل حالية لمنتخب مصر أو مجموعة اللاعبين اللي موجودين في الكرة المصرية ممكن الكابتن إيهاب جلال ماينفعش معاه اكتشفنا ده بالمباراتين ممكن وارد وارد حتى لو يعني اختلفنا أنا وإنت بس وارد أنك تفكر كده ماشي ممكن تقول والله الكابتن إيهاب جلال عشان طريقة لعبه محتاجة تحفيز كتير وأسطوبه محتاجة تحفيز كتير وخلافه فمش هيقدر يكمل مع منتخب مصر بالطريقة دي ماشي ماشي كله يعدي أي حاجة تعدي بس الناس اللي بتطلع لا لا ما بيعافش يدرب وانتوا جبتوه على أساس إيه ده أصلا ما مالوش في الكرة أصلا ده ما بيعافش يهاجم أصلا ما بيعافش يدافع أصلا ما بيعافش يختال لعبين أصلا ما بيعافش يعمل إيه وكأن الراجل بدء تدريب النهاردة أو مبارح بقاله زمن بيدرب بقاله زمن عنده بصمات ونجاحات بالراحة بالراحة بس حتى من منطق الإنسانية شو بقى مش من منطق الأمور الفنية من منطق الإنسانية هو بني آدم زي وزينا يعني مش نخلص خلص عليه الراجل كمل ربنا يكرمه الراجل مشي يعني خلاص هي تجربة قصيرة وعدت نفضل نحترم الراجل نقدر الراجل نتعامل معه باحترام نتحدث باحترام ببساطة شديدة ليه؟ احنا نتحدث عن بني آدم شو بقى مش بكلمك دلوقتي عشان نجيش تقول لي هو أنت شايفه مدرب كويس هو أنت شايفه مدرب بني آدم نتعامل مع الإنسان بإنسانية ألف بي يعني ألف بالخلق يعني نتعامل بهذه الأمور دي نقطة نهاردة بمناسبة ده يعني لعبي منتخم مصر أو معظم لعبي منتخم مصر بدأوا ينشروا صور دعم للكابتن إيهاب جلال يكتبوا كلام دعم للكابتن إيهاب جلال احتراماً للكابتن إيهاب جلال وعلى فكرة هو عنده ميزة عبقرية كل اللاعبين يحترمون الكابتن إيهاب جلال هو شخص مهزب شخص محترم شخص عنده كرة بس هي الظروف الظروف بتاعت الكرة والكلام اللي أنا قلت لكم عليه مبارح واللي هتكلم فيه النهاردة كتير جداً معظيفي العزيز الاسم الكبير النقض الرياضي الكابتن أو الأستاذ حسن المستكاوي نتحدث معه عن كثير من هذه الأمور ما يخص منظومة الكرة في مصر وقلت لكم مبارح إن الحكاية مش مدير فني ولعبين الحكاية أكبر بكتير ما ينفعش نلخصها في شخص واحد ما ينفعش أبداً عشان هو بكرة كابتن إيهاب جلال ما يمشي نهاردة بكرة بعده السنة الجاية هيمشي هيجي غيره هنقول لأني مشي عشان إحنا لسه منتخب مصر مش كويس لا لازم نغير المنظومة لازم نعدل في المنظومة اللي قدامكو دي تويتت محمود تريزيجيه كاتب فيها أدعم كابتن إيهاب جلال الرجل الخلوق المحترم ليه الشرف دائماً أني أتضرب مع مدرب كبير زي حضرتك وكتير بقى من اللعبين أفشا كمان وأحمد الشيخ النهاردة كمان بعد مباراة المصر عطول كتب حاجة عن الكابتن إيهاب جلال الجميع يحترم الكابتن إيهاب جلال وهو فعلاً شخص يعني جدير بالإحترام زي ما قلت لكم يقعد يمشي نتفق نختلف عليه بس نتعامل بإحترام لما قلت لك تتعامل مع شخص بإحترام لأنا كده مش بقولك تعمل حاجة زيادة هو الطبيعي أن احنا نتعامل مع كل الناس في حياتنا بإحترام هو حتى هذه اللحظة المدير الفني المنتخى في مصر فوجب إحترامه وجب إحترامه حتى لو رحل غداً يبقى الإحترام بيننا ببساطة شديدة ده كابتن إيهاب جلال